ايه العلاقة ما بين ربعة وغزة؟ تعالى اعرض لحضرتك تسع مشاهد ما بين ربعة وما بين غزة مشاهد مختلفة لقطاعات مختلفة لجرائم مختلفة عشان حضرتك تتأكد انه اللي بتيحصل في غزة النهاردة لم يكن ابدا يحدث لولا مذبحة ربعة العدوية اللي ارتكبها عبدالفتاح السيسي تعالوا تشوف مع بعض مجموعة من المتشابهات بين رابعة وقطاعها جميل الصورة دي منين؟ انا عايز حضرتك كده تنسى الرابعة وغزة بس هناك رفعين العلم للأسف طيب الصورة دي كانت بعد 12 ساعة من القتل ممكن حتى الزملاء يطلعوها فول سكرين عشان الناس تشوفها كويس لو مش باينة صورة الزباط المصريين دول اتنين الجنود الأشاوس المغوير الصورة دي يا جماعة بعد 12 ساعة من القتل حواليهم جسس الأرض تحتهم غرقانة دم هناك في غزة نفس القصة البيوت مهدومة تحت الأنقاض جثث والأرض غرقانة دم دول واقفين فرحانين جدا ورفعين العلم بتاعهم ودول واقفين فرحانين جدا بالمناسبة الفيديو اللي كان فيه الصور دي والصور مشابهة كان شغال في الخلفية تسلم الأيادي تسلم يا جيش بلادي ده أول متشابه ما بين الاتنين في صور العسكريين واحتفالهم بالانتصار على الجثث والدماء بالمناسبة أنا مش عارف مين في دول اتعلم من تاني يعني هل الجنود الإسرائيليين شافوا الجنود المصريين في ربع بيعملوا كده فعملوا كده ولا الجنود الإسرائيليين كانوا بيعملوا كده من 48 فالجنود المصري في ربع عمل زيه أنا مش عارف الحقيقة مين فيهم اللي قلد مين لكن تعالوا نشوف التشابه التاني ما بين التعامل مع الأسرة والمعتقلين الصورتين دول مش من نفس البلد لو شلت ربعة وشلت غزة هناك مش هتعرف مين فيهم المصريين ومين فيهم الفلسطينيين مش هتعرف مين في الجنود إسرائيلي ومين مصري نفس الوقفة بنفس الطريقة أقف وارفع إيديك لفوق وامشي في طبور وحواليك ناس شايلة سلاح لو لن الزملة كدبين لك أن دي من ربعة ودي من غزة ما كنتش هتعرف هتقول يا ربي هم دول إيه نفس الحاجة هو ده نفس الإجرام هي دي نفس القصة هم دول نفس البلد لكن دول مش نفس البلد الصورة دي من 11 سنة والصورة دي في العشر شهر اللي فاتوا نروح ليه المشهد الثالث وهو مشهد الأكفان مشهد الضحايا مشهد إنجازات السيسي وبنيمين نتنياهو واللي سبحان الله متكرر بالكربون الصورة دي من ربعة العدوية الصورة دي في مسجد الإيمان أنا كنت شاهد عليها الصورة دي أنا كنت موجود جنبها في مسجد الإيمان وإحنا بنحاول نوثق أسماء الناس وده مين وده مين وده مين وبيكتب على الأكفان الأسماء الصورة دي كانت في ربعة العدوية إنجاز من إنجازات سيئ الذكر بعد 11 سنة بيحصل نفس المشهد بس في قطاع غزة على إيد جنود الاحتلال الإسرائيل عشان حضرتك تتخيل إن الصورة بتاعة نتنياهو والسيسي جزء منه هي صورة معبرة جدا عن الوقت يا طرى الأطفال في غزة والأطفال في ربعة كان فيه بينهم فرق كبير تعالوا نشوف الصورة الجاي اصح يا ماما بالله عليك وهذه السيدة مع الطفلة اللي بتسرخ والولد اللي اتكلمت عنه في مقدمة الحلقة في موضوع إصحى يا با مين هيصحيني أصلي الفكر صور الأطفال تقريبا لو بصيت على الولد ده وانسيت إنه في ربعة وشفت الفيديو بتاع هذه السيدة والطفلة والولد اللي بحكي لك عنه مش هتعرف مين الطفل المصري ومين الطفل الفلسطيني إلا من لهجة لكن نفس الوجع نفس الألم نفس الإجرام اللي قتل هنا والدته وقتل هنا أبو نروح نشوف الفرق ما بين النساء في ربعة وفي غزة أو ده تدمير المستشفىات الأول طيب ده إيه المشهد ده جماعة حد عارف طيب إيه المشهد اللي هناك حد عارف هتكتشف إنك مش عارف الفرق إن الصورتين ممكن يمشوا إنه مجرم واحد اللي ارتكبه إنه جهة واحدة اللي عملت كده إن جيش واحد اللي حرق المستشفى هنا والمستشفى هنا لكن أنا بقول له حضرتك لا دي كانت المستشفى الميداني في ميدان ربعة العدوية من 11 سنة زي النهاردة 14 أغسطس 2013 هناك صورة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بعد 11 سنة من اللي السيسي عملوا في ربعة العدوية نفس الطريقة نفس الأسلوب ما فيش كرامة لمستشفى ولا لفرق طبية ولا لأي حاجة فيلم ذكريات مذبحة اللي عرضناه على شاشة مكملين السنة اللي فاتت زي النهاردة كان فيه دكتور بيتكلم إنه كان جوه المستشفى الميداني دي وقال له الظابط اطلع برة قال له أنا بعالجه وقال له هقتله وقتلك سيبه يموت واطلع برة وبعد ما خرجوا قتلوا الجرحة وولعوا في المستشفى بالحرف بالنص بالكربون ده اللي إسرائيل عملته في مجمع الشفاء الطبي واعتقلوا كمان أيامها الدكتور محمد أبو سلمي نشوف تشابه كمان ما بين السيسي وبين يمين نتنياهو ما بين ربعة وغزة أنا كنت أتمنى الزمل يجيبوا الصورة اللي من برة كانت بينة أكتر الحقيقة لكن الصورة دي من على بوابة مسجد رابع العدوية بعد ما حرقوه والصورة اللي هناك من قطاع غزة في أحد المساجد أيضا بعد ما قصفوه ودمروه السيسي حرق ودمر المساجد وبين يمين نتنياهو بيعمل نفس القص نروح لمذبحة الخيام وحرق المعتصمين أحياء المشهد ده كان لقطة من ميدان النهضة عندما أحرق جنود عبد الفتاح السيسي المعتصمين وهم أحياء داخل الخيام في غزة ما كانتش خيام معتصمين كانت خيام نازحين برضو ناس قاعدين في الخيام فقرر الطيران الإسرائيل أنه يقصفهم فارتكب هنا مذبحة الخيام في قطاع غزة في مدينة رفح وارتكب هنا مذبحة الخيام في نفس اليوم زي النهاردة من 11 سنة في ميدان النهضة تشابه آخر وهو استهداف الصحفية ما بين رابعة وقطاع غز في ربعة أحمد عاصم السنوسي اللي استشهد أو قتل يوم مدبحة الحرس الجمهوري لكن زي النهاردة من 11 سنة حبيبة أحمد عبد العزيز الصحفية المصرية قتلت برصاص قناصة لأنها كانت مسكة كاميرا حبيبة أتلت لأنها كانت صحفية في غزة إسماعيل الغول ورفاقه أكبر وأكتر حرب استهدف فيها الصحفيين كانت الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة أو الإبادة الجماعية اللي بيعملها الجيش الإسرائيلي ما بين ربعة وما بين غزة كانت النساء في مصر والنساء في غزة أيضا بتعاني معاناة شديدة جدا أمام جنود يعني خلينا نقول أنهم أشبه بشر لأن لو قلت أنهم حيوانات هكون بهين الحيوانات فخلينا أقول أنهم إن عدمت منهم الإنسانية وخلص ده كان مشهد النساء في غزة وفي ربعة نفس الطريقة ونفس الإجراء التشابهات دي بتخلينا نقول مرة تانية وثلتة وعشرة وألف لولا اللي عملوا سيء الذكر يوم مذبحة ربعة العدوية لم تكن إسرائيل تجرؤ أنها تحرك دبابة واحدة نحية قطاع غزة ولما جربت ده شافت رد الفعل عمل إزاي لكن للأسف ده اللي احنا بنعيشه النهاردة بعد 11 سنة